صعب الأخ يعني قد ما كان في أخ من الأب أو أخ من الأنف صعب يحس بأخوه غير لي من أمه وأبو من لحمه ودمه عرفتوا كيف؟ فالباركي بجوز تعزرون شوي لأنه هنه صعب يحسوا فيني والله العظيم صعب يحسوا فيني يلي حاسس فيني أنا هلأ أكتر شي المريضة نفسه اللي هي حاسة فيني عرفتوا كيف؟ كانوا أكل همة مثلا همة أولادي هم بيتي عرفتوا كيف؟ وبالنسبة لوالدتي كمان يعني الله يكون بعونها إن شاء الله يا رب وإنه هي مثلا شبتوا بناتها مثلا تعبوا شوي بدأت تكون جنبه فهمتوا عليكي بس بالنسبة لأختي إسراء بسبورة يعني ضغري بيطلع لأي دولة بالعالم بنفس اللحظة إنه هي ما طلعت بس هذا ما ليز علام منها أنا فهمتوا عليكي لأنه أنا حتى أختي إسراء إذا بصير معي بيوم من الأيام شي وقت الشدايد رح كون جنبة بإذن الله لأنه رب العالميني سخر لي ناس عرفتوا يسخر لي ناس دائما ناس طيبة بطريقة إن شاء الله وهي كمان أنا بعزرة همنا صبايا همنا أول طلعتهم فيعني تفكيرهم شوي مختلف فأنا ما فيني إيجي كمان حط اللوم عليهم نفس الوقت بدي فهمكم وأشرح لكم فأنا دائما مفتوح بيتي إلهم ودائما أنا أنا بساعدهم دائما إن كان بالسوشيل ميديا أنا اللي ساعدتهم أنا اللي عرفت الناس فيهم إن كان بالحياة الطبيعية وراء الكواليس وراء التصوير أنا اللي بساعدني بأي شي بالحياة أنا أخوهم الكبير وأنا مجبور فيهم وهذا الشي رب العالمين يجرني